القصة التي سأعود لكم اليوم مستحيل تقيقها بسبب الأحداث التي فيها ومستحيل شخص يدير هذا الشيء الذي تدخلنا ولكن قبل أن نبدأ القصة التي سأعود لكم اليوم سأعودها بهذه الطريقة ستسمعوا صوتي وكمارتي لا ترونها المهم اتمنت عجبكم هذه القضية ولم تنسوا تقولها لي في تعالق لعجبتكم هذه الطريقة اليوم سأدرع لي واحد الجريمة التي انتشرت في أمريكا والبطالة لها ابن مصرية اسمتها أميما نيلسون أميما ابن مصرية من والد 1968 والتولدت في مصر لأب دي الأميما كان قاسحه صعيب بزيف لأنه كان ديما كيعنف أميما وحتى الأم ديالها الأم من بعد هذا العنف كامل ما قدراتش تصبر مازال فقررت أنها تطلق منه تهز بنتها ويربو بجوجل القاهرة وكان في العمر دي الأميما ديك الساعة 7 سنين أميما كبرات وبدأت كتزيان وكان كل شيء يبغيها في هذا الحي وكان لي شافها كتعجبو ومن بين هاد الناس هادول اللي أجبت وأميما كان واحد الراجل أمريكي وكان خدم في القاهرة تعرفات عليه والطورات لعلاقة بيناتهم ولد ديما كتمشي عنده للدار وهنا أميما فقدت العدرية ديالها لأم دي الأميما ما قدراتش تصبر وقالت الشرف ديال بنتي مشى وشكون غديق بيك مازال قلت لي همها ضروري خصك تزوجي به ويسترك فعلا تزوجات به أميما وفي سنة 1986 صوب لها الفيزا ودها معها لأمريكا مشت غير هي وراجلها لتكساس وخلت لأم ديالها في مصر أول شهر لها تمها بدأت تقدير المشاكل حيث واحد النهار شدوها البوليس لقاوها كتشفر واحد البنكة وفي نفس الشهر نيت شدوها تاني كتتعدى على واحد القارضيان حيث ما خلها شفر طنوبيل راجلها مبقاش قادر يصبر على هاد المصائب اللي كتدير لي أميما فقرر أنه يطلقها ويخليها تعيش بوحدها أميما ما كنت تعرف لانجليم زيان ولكن كنت جير رئة بزيف وهاد شي اللي خلها تخدم مربية أطفال وفي نفس الوقت استغلت الجمال والهيئة ديالها والتي تعارضت أزياء ومن تمه والتي أشهر عارضة أزياء في أمريكا وما يمكن تقلب على أسهل طريقة بشي تجيب الفلوس قررت أي واحد عنده الفلوس تدير معه علاقة وتاخد منه الفلوس وتغبر وهنا تعرفت على واحد الراجل اسمي تورو بيرت وهذا الراجل كان اللي باس عليه ديالة بصة ودارت علاقة معاه ما مره ما جوج وبما أنها هي بغت غير الفلوس واحد النهار شداته وربطاته فوق الكورسي وبدأت تدربه بالضو تدربه وكتقول لي فين درتي الفلوس الفلوس اللي عندك فين درتيهم وما هي مسرقات منه دك الشي اللي بغات وهربات في حالها ما قاتت تدير هكال ضحادي لها المدتش خمس سنين تقريبان وهي على هذا الحال واحد المرة كانت في واحد البار كتلعب القمر حتى تدخل واحد الراجل كان يدير واحد الكاسكيته وفي يدي أخوات نديل الذهب ومن اللي يدخل ديك الساعات كان كل شي كيشوف فيه ما حدخلوا قلسوا بدكا يعيق عليهم وكيقول لهم باللي أنا لباسع ليو باللي أنا عندي بزاف ديال الطنوبيلات وعندي فيلات وعندي ضيور وعندي بزاف ديال المشاريع أميمة ديك الساعات ترى كانت كتسمع كل شي وقالت مع رسا وأخيراً لقيت الراجل المناسب واللي كانت كنقلب عليه حالها دي هاد الراجل اسميتو بيلو فعمره ستو خمسين سنة وكانت فيلوت من بعد ما أخذت تقاعد لقى الزوجة دياله ما كاملاش سيمانة أميمة طيحته في الشبكة بعد أسابيع بيلقى الأميمة غنديك تعرفي على ولادي وعائلتي وافقت أميمة ومشات معه الوحد للبلاصة اسميتها فينيكس وتم قررت زوجه زوجات بيهو كملوا الرحلة ديالهم لولاية كاليفورنيا عند عائلته المهم بقاوا عايشين مع بعضياتهم عادي عايشين باخير لمدة شهرين تقريباً حتى الوحد النهار أميمة مشات عند واحد الرجل اسميته خوسي وهات خوسي كان الإكس دياله وكان ساكن قريب لهم جات عنده للدار دقات عليه الباب لكن انت واحد ما كيجوه وخوسي راكين في الدار غير ما بغاش يحليها الباب مشات واحد الساعة ورجعت دقاتتين عليه الباب وهو يحل قل ليها مالكي شنو بغيتي وهي في هذه اللحظة لها كانت خايفة وكانت ترائد بغات تقول لي شنو واقع ولكن كتخرج وكانت تخلف لها دراه وما كيفهم ولو بقى معها حتى فهمته شنو واقع قلت لي بالليبيل كيت تعدى عليها وربطها في النموسية لمدة سيمانة ومنين قدرت تفكي ديها ضربته بالعصر للرأس من بعد ما ضربته هي ضربته وكانت لديه ولكن خوسي كان شيك فيها حيث حويجة ديك الساعات كانوا عامرين بالدم خوسي قال لي وعليش جايل عندي شنو بغيتي ندير لك أنا قال لي علش ما مشيتيش عند البوليس والديكلاري قلت لي ما يمكنش لي راه قتلته وبغيت كنت تعاوني فيه وراه غانته الله فيك ونعطيك اللي بغيتي قلت لي غانعطيك 75 الف دولار وغير عاوني قلت لي وليكن بشرط عطاني تنوبيلتك نهز بها الجوتة نديها نرميها في بلاسة بعيدة خوسي هنا كان مصدوم ومعرف ما يقول لها وكان بغيت تعامل معها غير بالعقل ويصدرها قال لي واخ خسير انتي خرجي الجوتة تحت الباب وانا نجي مورك بالتنوبيل فعلا أمي ممشت للدار وخوسي هنا قرر انه يتصل بالبوليس وعاود لهم كل شي ونعطي لهم حتى الدار في نساكنة فعلا البوليس مشاوق فعلها ولقوها يلا ما خرجه واحد الميكة كبيرة سولوها عليها ما بغت تقول لهم ولو من اللي حلو ديك الميكة لقو فيها الرية دي البنادم قلت لهم بالليبيل راجلها وولقت لهذه الجوتة هذه ولكن هما ما تيقوها شقروا انهم يدخلوا معها للدار وتماكنت الصدمة لانهم ملقوا الدار كل هدم ولقوا الجوتة دي البنام قطعهم مش اتشاف الدار كلها من اللي يدخلوا الحمام ملقوا الصدر ديالو مع اللق دخلوا الكوزينة القوية مقطعة فوق الطبلة حلو التلاجة لقوا ورسو مقطعة ومديور في التلاجة ولما لم يحدى الوجهو ما بقى تكتبين لانها جدة راسو وطيباتو اعترفت لهم باللي رهية اللي قتلاتو وقاتلهم باللي ما عقلتش كف قتلتو وقاتلهم باللي السبب الوحيد اللي خليها تقتلو هي شي حاجة لداخل ديالها قاتلها قتليها قتليه ولا رحنة اللي غنقتلو البوليس هاد الاترة ما بغتش تدخل لهم العقل ديالهم واميما في المحكمة كان بين عليها الاتار ديال الضرب والجرح وقاتلهم باللي بيل هو اللي دار لي هاد شي ولكن من بعض التخريقات القوية واللي من اللي كانت تقطع فيه كانت تقادي راسها حتى هي ويدها ما كانش بين عليهم الاتار ديال الربط بالعكس كان بين علي بيل الجيران قالوا لبوليس باللي يومين هما كيسمعوا الصوت ديال طحانة كالدور ما كتحبسش نهائيا وهي ديك السعارة كانت تقطعن الأعضاء دياله في الطحانة دبقاجي نعرفوا السبب الحقيقي اللي خلها تصفيها لي هذا الرجل اللي سميتو بيه اللي ما كنش لابس عليه كم ما كان كيداعي وقوميما بكتر الطمع اللي فيها تزوجات بيه لكن مليت زوجات بيه عاد اكتشفت الحقيقة باللي غير كان كيكدب عليها وهذا شي اللي خلها تربته وبدأت كتضرب فيه كتضربوك تقول لي جبدلي هالفلوس اللي قلتي عندك ولي رغض ينقتلك وهو هنا ما عليه اللي اعتارف وقال ليها بللي رغ ما عنديش الفلوس وغير كنت كان كدب عليك وملي شتا مفقودة ومالقاوهاش ملي سولوها قلت لهم بللي طيبتو كليتو قلت لهم بللي شي حاجة شويتا وشي قليتو وشي درت الصوب لمهم كلها قليتا تحكم على اميما وهي في عمرها 23 سنة بالمؤبد وهي حاليا في عمرها 52 سنة وما زال ما بغا تشتوب لانها تعرفتني على واحد الرجل اللي باس عليه في الحبس وهذا الرجل في عمره 83 سنة مات وخلى ليها جميع التروات دياله ولكن رمى عندما تدير بدك التروات وهي في الحبس طمع ديما كيخلي الانسان غلط غلطة اللي غيندمع لها حياته كلها كانت هدية القصة دياليوم وقلوا ليها الرأي ديالكم فيها